بص جلد الذات والإحساس بالذنب طبعاً الإحساس بالذنب وزين لميتس هي الحاجة بسيطة كده حلو ما عنديش منع ومش يسبب مشكلة يعني إما بتغلط بتحس ان انت متضايق ومتضايق من نفسك ما فيش مشكلة على كده المشكلة ما يبقى جلد الذات ده موجود بصورة مرضية بقى طب أنا عرف ازاي ان إحساس بالذنب اللي عندي ده إحساس بالذنب مرضي ولا إحساس بالذنب عادي بص يا عم انت في شوية خطوات تعملها كده خطوة الأولية ان انت تشوف بتاع المشكلة اللي انت عملتها دي يعني انا خيب تكون انت عندك إحساس بالذنب من حاجة هي ما تسببش بإحساس بالذنب أو انت مثلاً عملت غلطة على سكيل كده من واحد لعشرة ايه الغلطة دي تمثل اتنين من عشرة بس انت شايفها عشرة من عشرة حلو فكل أخطائك بقيت انت بتشوفها عشرة وعشرين من عشرة طبعاً ده احساس الزنب ده بيسبب أمراض نفسية لأن احنا عارفين الواحد اللي بحس ان هو مزنب بيحجيله احساس بالخوف والخوف من العقاب والاحساس الخوف بيسبب احساس 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 الخوف هيسبب احساس بالغضب فانت هتلاقي احساس الزنب واحساس الخوف واحساس الغضب المشاعر دي كلها مع بعض ممكن تعمل مشكلة نفسية اللي هي ممكن يعني الاحساس الزنب ده لو زاد قوي ممكن نسميه اكتئاب ولو احساس الخوف ده زاد قوي هنسميها اللي هي مرض القلق اللي هو ممكن نخده الدواء فانحنا يعني الاحساس الزنب وزن يبقى كويس طيب الخطوة الانية نعرف ان انا الاحساس اللي عندي بالزنب ده ده طبيعي ولا مش طبيعي يقول لك الصراحة انت عشان تعرف كده انت يريد تسأل نفسك لما تغلط غضة وانت شفها عشرة من عشرة اسأل نفسك هو الناس التانية اللي حوالي هيشوفوها كم من عشرة يعني لو اعز اصدقائي غلط نفس الغلطة خيبص على الموضوع ازاي ده طريقة تعرف انت عندك احساس بالزنب وجلد الزات مردي ولا مش مردي ده طريقة او ان انت تتخيل او تسأل نفسك هو الغلطة اللي انا غلطتها دي لها اضرار يعني ضررتني او ضررت اعلتي او ضررت الناس اللي حوالي لان انت الاحساس بالزنب بيزيد لما يكون الضرر اكبر يعني واحدة مثلا ست نسيت اللانش بوكس ولا نسيت الغدا بتاع بنتها او السندوتش تعمل السندوتش بنتها في المدرسة حلو خلص ممكن نزع لتنين من عشرة تلاتة من عشرة انما انها تقعد بقى اسبعين تلاتة مكتائبة وتحس انها اسوأ ام في الدنيا وانها ما بتعملش حكا صحة خلص وانها فشلة والاحساس يزيد او كده واحساس الزنب يزيد ويقدي الى مشاعر تانية ده احنا ممكن نسميه مرضي فانت تاني اما نكون غلطنا في حاجة اه 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 نفسي الناس التانية شايفها غلط ولا لا هل في ضرر هل الناس شايف ان في ضرر اه دي خطوة من الخطوات الاساسية عشان نعرف ان الاحساس بالزنب ده هل ده طبيعي ولا لا اه 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 وهل انا كمان خمس سنين هل الغلطة اللي انا غلطتها دي هتأثر عليها هل كمان سنة هتأثر عليها لان ده بيخليني اعرف احساس الزنب ده مرضي ولا لا تاني حاجة لو في غلطة حصلت هو انا مسئوليتي عنها والرسبونسيبليتي بتاعتي كم في المية يعني مثلا بنت مثلا دي حادثة يعني انا كنت شوفتها قبل كده بنت تعرضت للاعتداء وهي صغيرة من خلها لفترات كبيرة بسنين اعتداء جنسي يعني ففي مشكلة في البنات بالذات في الاتقافة العربية متعرضوا لاعتداء بتحس انها الغلطة بسببها اه 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 انا لو الغلطة بسببي اه 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 هيسبب احساس بالزنب احساس بالعار شيم وجلد وجلد الزات وهكذا مع ان هي لما حصل الاعتداء ده هي في سن صغير مثلا خمس سنين سبع سنين تمان سنين ابتدت هي تحكي وتشكي لمامتها عند سن اتناشر سنة حلوه هي حاسة بالزنب طول بقى الفترات دي والسنين دي لا فاحنا لازم ناخد بالنا لو في غلطة حصلت هو انا دوري كان فيها كام يعني دور البنت دي في الموقف اللي انا بحكيه ده صفر في المية دور خالحة ممكن يبقى تسعين في المية دور الام لان البنت حاولت تشتكل الام بس الام ما حبيتش تسمع الكلام ده او دخلت في موضوع زي دينايل كده او انكر دور الام في الموضوع برضو عشرين في المية الام برضو غلطة فان انا في غلط حصل هو ده بقى بتاعتي ولا بتاع الجاني علي ولا بتاع مش لازم بقى الحادثة كبيرة زي اللي انا بحكيها دي ممكن تبقى حادثة دانية يعني مثلا كنت تساءل عربية وعملت حادثة طب الحادثة دي مسئوليت انا ده زنبنا ولا كان اللي سائق جنبي هو اللي عمل غلطة وكان بيسرع او دخل علي غلط واحدة مثلا عندي كان واحدة متجوزة جزء عمل حادثة كبيرة هي شايفة ان هي الغلطة غلطتها لانها هي بتكلمه هو سايق مع ان الناس تديروا هي بتبقى سايقة بتبقى بتتكلم بس هي شايفة ان هو جزء قسر ودخل المستشفى وقعت فترة كبيرة في المستشفى دي غلطتها والغلطة دي ترقمت وحاساتها بالزنب والزنب زايد وادى الاكتئاب وفي الاخر الموضوع بقى محتاج دوا نفسي بس شايفة انت انا بتشيل زنب كتير هو مش زنبك ده بيؤدي لمشكلة يبقى احنا عشان جلد الزات ومشكلة الاحساس بال الزنب تبقى زيادة وهل هي ريزنبل ولا مش ريزنبل ان انا اسأل هو رأي الناس في الغلطة اللي انا غلطتها دي ايه عشان اقيم انا غلطان اتنين من عشرة ولا عشرة من عشرة دوري انا في الغلط اللي حصل والresponsibility بتاعتي كم في المية ده حاجة برضو مهمة حاجة برضو عشان تخلص من جلد الزات الزات او الزنب نفترض انت انا مسئول يا دكتور والغلطة بتاعتي عشرة من عشرة وكبيرة جدا وبعدين بقى هعمل ايه دلوقتي يقولك ممكن نعمل الطريقة اللي بنستخدمها في برنامج 12 خطوة لعلاج الادمان فيه بيقولك انت لازم تكتب كل الاخطاء اللي انت غلطتها طول حياتك وتبدأ تصلح فيها فلو انت غلطت غلطة كبيرة اكتب ايه الغلطة واثرت على الناس اللي حواليك ازاي وابدأ اصلح فيها والله انا غلطت غلطة ان انا سرقت فلوس من من ناس اللي حواليه من حد قريبي او حد معاني ارجع الفلوس ففيه ساعات احساس الزنب من قطع احساس الزنب ده بيسبب مشاكل نفسية وجسمانية كمان فان انا اتخلص من احساس الزنب ده مهمة فانا اكتب الغلطات اللي انا غلطتها اللي انا شايف انها كبيرة اللي هي انا لو سألت حد يقول لي فعلا ده غلطات كبيرة واكتب ازاي اصلحها ولا نفترض اهان تحد اروح اعتذر له نفترض ان انا مهتمتش بولادي وابع عندهم مشكلة نفسية ادفع لهم طمان العلاج النفسي نفترض ان انا سرقت فلوس زي ما قلت ارجع الفلوس وهكذا حدد الاخطاء ايه هي وابدأ اصلحها نفترض اخطاء كبيرة وتصلحها معقد جدا استعين بحد كبير حد بقى بابا ماما صديق عنده حكمة شوية في الحقيقة وعنده خبرة يقدر يساعدني كاونسولر دكتور حسب المشكلة وحجمها ايه حاجة تانية او اخيرة احنا قلنا لما يبقى في حد عنده احساس بالزنب مستمر لازم نقيم الزنب ده راشنال ولا ايه راشنال منطقي ولا غير منطقي حجم الغلط اللي انا غلطته كله علي ولا كان في عوامل كتيرة دخلت في الموضوع ضغوط مادية كتا هي اللي خلتنا غلط الغلطة دي ضغوط نفسية ازاء حصل لي وانا صغير فبقيت انا اقزي الناس اوتوماتيك كده ده بقى جزء مني يعني شوف الغلطات اللي انا بغلطها انا مسؤولة عنها كم في المية حاجة بقى اخيرة لما يكون الغلطة كبيرة ونفطرت زي ما انت بتقول كده صلحتها والناس سرقت منهم الفلوس ورجعتهم الفلوس الناس خنتهم واعتذرت لهم ايا كان الغلطة اقول لك لو الموضوع مسبب احساس بجلد الزات كبير ان انا اكتب جواب اعتذار اللي هو والجواب ده بعد ما يعني جواب اعتذار لمين اسف جواب غفران احنا نتعلم في الحلقة التانية ان احنا اه الناس اللي انا دايقتهم دول نفتقد مش موجودين كنت انا بدايق بابايا وبابايا مش موجود توفى ممكن اكتب جواب اعتذار واشارك بالجواب ده مع حد قريب مني حتى لو الولد مش موجود ومش اقدر اعتذر فالجواب ده كصورة للتعبير عن المشاعر بس اه اه في حد بيسأل اه التراب صنائي القطب حاضر اتكلم عليه يعني خلص الموضوع ده واتكلم عليه حاضر بس فيه فيديوهات كتيرة شرحة التراب صنائي القطب لو كتبت يعني كتبت اسمي دكتور نادر وهاتطلع صنائي القطب هتلاقي نشارحها كتير بس هتكلم عليه برضو ببساطة يعني طيب الفورجفنس ليتر ده بالغفران لما انا حس اه خلاص انا صلحت غلطتي وانا دي كانت غلطة كبيرة عاوز اسمح نفسي بس مش قادر مع ان اعمال رجعت الفلوس اللي انا سرقتها بس مش قادر اسامح نفسي اكتب الجواب ده law forgiveness letter هكتب فيه ايه اكتب كل الغلطات اللي انا عملتها وتأثيرها علي وتأثيرها على الشخص اللي انا اهنته او اللي انا سرقته او اللي انا خنته واكتب كل المشاكل النفسية اللي كان فيها السبب او اه الدرر اللي انا سببته للناس اللي حوالي طيب وبعد كده اعمل ايه اه اكتب هو انا لما غلطت كده غلطت ايه اه لماذا حد لا يتقبل خطأ اه دي قصة تانية اه لو انت بتقصد فعلا اه ليه واحد مش غلط ولا يتقبل الخطأ اه ممكن يكون جزء منها دينايل امكار احنا في حاسما دفينس ميكانيزم اه اللي هو حيل الدفاع النفسي اه ساعات اما انا اغلط اه اه اتظاهر كده بطريقة وعية او غير وعية ان انا مغلطتش ولا كان في اي حاجة وساعات بتبقى ان انا اه لا اتقبل الخطأ اللي انا عملته ده اه نوع من النجراتي انا مش فرق معين عمل اغلب المشuting الشيطة وممكن تسرق ومش حاسس بالزنب يعني حتة الجلد يعني دلوقتي بصلح مشكلة عكس المشكلة دي ان هو في ناس وجزء الجيني فيها بكبير هو مش حاسس بالزنب حتى بيبنوا هما صغيرين يعني ممكن يجيب عندك طفل بيجيب ملح ويحطه في عين اخته اللي هو انت يعني تبقى قاد كده طفل صغير بس انت احساس الزنب عند الطفل مش موجود وهو صغير هتقول لي ده اكيد قل الترقبية لا ساعات بيبقى فيه جزء جيني في الموضوع بيخلي الطفل عدواني ومش حاسس بموضوع الزنب ده والتربية بتبقى بطاعتهم صعبة جدا ودون ممكن اما بيكبروا عندي طفل تاني كان بيمسك قطة يعضي يلسعها يسخن حاجات ويعمل حاجات ويعزب ويدرب في القطة جامد جدا وهو مش حاسس بالزنب بس نرجع نرجع للحتة بتاعت ان انا اكتب لما كنا عاوزة سامح نفسي ان انا هكتب كل الاخطاء اللي غلطتها ان انا هكتب ازاي هي قصرت على حياتي وحياتي اللي حوالي اكتب هو انا ليه غلط هل كنت فيه ضغط مادي هل انا ده سلوك سلبي تعلمته من اهلي هل ده مشكلة نفسية هي عندي هل انا ده مرض السرق ده عندي يا انا اكتب الاسباب وبعد كده اكتب في الجواب انا صلحتها او نوى صلحها ازاي انا الغلطة دي انا صلحتها قريدي فاكتب ان انا صلحتها يحسسني ويفاهم العقل البطن ان المشكلة خلاص خلصت او هكتب اصلاحها ازاي في المستقبل واخر حاجة بقى في الجواب وانا باكتب ده جواب باكتبه لنفسي هكتب أنا تعلمت قيم التجربة دي يعني أنا تعلمت قيم الغلطة دي أنا غلطت فعلا وما خدتش بالي وتعلمت إيه بقى تعلمت إن أخد بالي من أطفال تعلمت إن أنا أخد بالي من شغلي تعلمت إن أخد بالي من نفسي أسأل أنا ما أخدش بالي من نفسي بقدر بتعب إلا حوالي طب الجواب ده مكتب جواب بسامح فيه نفسي أعمل إيه في الجواب ده بقى ممكن أنا أشارك بالجواب ده مع واحد صحفي ممكن لو أنا تحت علاج نفسي اشارك بالجواب ده للمعالج النفسي وممكن الجواب ده احرق ولا اشارك باي حد بس ابقى كذبت وعبرت به عن نفسي خلاص اتفقنا نيجي بقى لسؤال